السلام عليكم نحب أمي و نحب أبي و نحبكم يا أبي قواة أنا نحن نحب الجميع هيا إلعاب معنا و عمل معنا و – مدهش الحمد بالله سوف نمرح معا series text لننظف المسجد أو يا أطفال هل أحضرتم كلما طلبتوه؟ نعم أدوات التنظيف أحسنتم اقترب شهر رمضان لذا سننظف المسجد جميعا إذا واضبنا على تنظيف المسجد فسوف يمنحنا الله قصرا في الجنة ما هو القصر؟ القصر هو عبارة عن بيت ضخم أستاذ أستاذ هل ستكون فيه قطة نلعب معها؟ هل هناك طائرات وصواريخ؟ أسماك قرش ودينصورات؟ ما فعن الشلالات؟ كل ما تتمنوه فيه ما ذكرتموه من أشياء أو ألعاب وكل شيء نحبه ووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو ننظفه جيداً، حينها سأحصل على قصر رائع، لنقوم بذلك لنرتي بالمسجد، وننظف ننظف، لنزل كل شيء ولك نشه النبتة ابتعد ابتعد ما هذا؟ النجدة، ساعدوني النجدة، النجدة توقفوا ما شاء الله الله أكبر أرأيتم؟ امسحوا هكذا، حسناً؟ حسناً أستاذ سأمسح الزجاج، وأجعله يلمع، حينها سأحصل على قصر رائع، لنقوم بذلك لنورتي بالمسجد، وننظف، ننظف، امسحوا، امسحوا، وافرقوا رائع، أمسحوا يuto، حد الله، أيها هم؟ هي Seeing الله أكبر ماذا؟ أوبس سأمسحها حسنا آسفة لم أقصد ذلك لا بأس لنخرج القمامة الآن ستساعدينني يا هنة بالطبع أريد أن ألتقط القمامة ألتقطها كلها حينها سأحصل على قصر إن شاء الله رائع لنقم بذلك لنرتي بالمسجد وننظف أوه سألتقط القمامة كلها ها؟ هي حسنا نجحت سألتقط القمامة وأنظف المسجد وأحصل على قصر ها؟ إن شاء الله آسفة سوفي سألتقطها كلها حسنا هانا لما تبدين حزينة؟ أفسد كل شيء على الجميع لأنني لا أعرف كيف أرتب الله لن يحبني لذا لن أحصل على قصر في الجنة هانا هانا من قال إن الله لن يحبك؟ ها؟ مع أنك تعانين فأن الله يحبك لأنك تنظفين المسجد قدر استطاعتك أنا واثق من أنك ستحصلين على قصر في الجنة إن شاء الله هذا صحيح حقا الله لطيف جدا أستاذ موسى عمر لننظف المسجد واو المسجد نظيف جدا أحسنتم أنا فخر بكم حقا الحمد لله إن نظفنا المسجد سنانال بركات الله وقصرا في الجنة إن شاء الله السلام عليكم أتعلمون؟ حين نعتني بالمسجد سيمنحنا الله قصرا في الجنة لذا لنصلي معا ونقرأ القرآن ونطلع ذكر وننظف المسجد الحمد لله قصة عمر وميمي ولهذا أحب السناجب والأرانب والطئول والعناكب حسنا شكرا لك فلتعيد أصدقائك الصغار إلى أقفاصهم والآن دور عمر السلام عليكم جميعا وعليكم السلام أريد أن أعرفكم اليوم إلى ميمي هاي أتعرفون؟ لم أكن أحب ميمي ها؟ لكن لماذا؟ ها 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 مرحبا أمي انظري ماذا وجدت قطة صغيرة قطة 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 يمكننا الآديناء بها القطة نميلة جدا حين نعتني بالقطة سيباركنا الله ها؟ لكن هانا أنا لا أحب القطة لا بأس ستحبها عندما تكبر ها هانا تريدين اللعب؟ ها 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 ووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو هيي ما بك يا عمر انظر شعرا على وسادتي سمحتم لها بالنوم عليها عمر أرجوك إهدأ لن أهدأ لن أهدأ القطة لا تعرف صحيح صحيح أفسدت وسادتي شعرها في كل مكان كم صبورا يا عمر تنظيفها سهل حاول أن تسامح القطة فهي مجرد قطة ولم تقصد ذلك حاول أن تسامح القطة فكر كم سنكون سعداء الأمر ليس سهلا ماذا لم تسامح ميم الصغيرة يا إلهي انتظروا لم ينهي عمر قصته تلك الليلة واجهت صعوبة في النوم بسبب الرعد والبرغ تلك الليلات للغادية تلك الليلات للغادية اذهبي اذهبي اين القطة؟ ميمي اختفت؟ ماذا فعلت يا عمر؟ اهدئي اهدئي اين ذهبت ميمي؟ انظر بحثت في كل المنزل لكنني لم اجدها اين القطة؟ اين اين؟ اشتاق اليها كثيرا كثيرا ميمي ميمي سأسميك ميمي 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 نحب قطتنا ونعيش سويا بسعادة سويا بسعادة بحثت في كل المنزل بحثت في كل المنزل اهههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه أبي أشتاق إليكما كثيراً سوفي ما بك يا عزيزي؟ لا عليك نحن إلى جانبك أشتاق إلى أمي وأبي سوفي حاول ألا تبكي سنبقى بجانبك دوماً وسنمنحك محبتنا سوفي كلما اشتاقت إلى أمك وأبيك بإمكانك أن تدعو لهما لكنني دعوت لهما أهناك شيء آخر يمكنني فعله؟ شيء غير الدعاء بإمكانك أن تدعو الله كي يزيد حسنات أمك وأبيك ماذا تقصدين بذلك يا خالتي؟ في كل مرة تقوم فيها بعمل صالح تنال الحسنات من الله ثم يمكنك أن تدعو الله كي يمنح تلك الحسنات لوالديك سأقوم بأعمال صالحة ثم سأدعو الله ليمنح كل الحسنات التي أنالها لأمي وأبي هاي يبدو الجو لطيفاً اليوم لنذهب إلى الحديقة سوفي؟ سوفي؟ آه 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 incentive تفضل أعمل الصالحات وأمل أن يقبلها الله ويزيد من حسنات أمي وأبي لطيف جداً الحمد لله أنت ولد صالح يصوفي اللهم امنح حسناتي لأمي وأبي أشتاق إليهما كثيراً خالتي خالي انظر إلى البطة المسكينة يا لكي من مسكينة دعيني أساعدك هاً القمامة تملأ المكان أعمل الصالحة وأمل أن يقبلها الله ويزيد من حسناتي أمي وأبي لطيف جداً الحمد لله أنت ولد صالح يصوفي اللهم امنح حزناتي لأمي وأبي أشتاق إليهما كثيرا ما هذا الصوت؟ هاي أنا قادم أنا قادم طائر صغير مسكين سقطت من مكان مرتفع لا بأس لا تقلق سأساعدك سوفي أتريد أن أساعدك؟ لا بأس خالي أريد فعل ذلك بنفسي لا بأس خالي لا بأس خالي سوفي حاول ألا تبكي سنبقى بجانبك دوما وسنمنحك محبتنا سوفي انظر ساعدت الطائر الصغير أترى؟ أعتقد أنك لطيف تأمك وأبيك صحيح أذكر أنهما كان دائما يساعدان الآخرين يساعدان الآخرين في كل الأحوال أحقا شكرا لكما على تنائكما بي أنا أحبكما كثيرا خالتي خالي أعدو بأن أكون طيبا معكم السلام عليكم هل تعلمون؟ حين نعمل الصالحات ننال الحسنات ويمكننا أن ندعو الله كي يمنح تلك الحسنات لوالدينا الحمد لله كعكة الفاكهة هذه لي أمي، أبي، ماذا تعدان؟ أمكما وأبوكما يعدان كعكة الفاكهة كعكة الفاكهة لذينة جدا أحب كعكة الفاكهة واو أريد المساعدة أوه، وأنا أيضا، وأنا أيضا بالطبع، لنعد همان أنا أساعد أبي في إعداد الكاعك أنا أساعد أمي في إعداد الكاعك نحن نعد الكعكة اليوم وسنعطيه للآخرين ها! العطاء عمل صالح ينير يومنا نعطيه للآخرين؟ لكن أنا أحب كعكة الفاكهة إن أعطيناه للآخرين لن يتبقى شيء لي هانا إعطاء كعكة الفاكهة التي تحبينها هو أفضل أنواع العطاء أوه حسنا لا تقلقي سأعد الكثير منها وإن تبقى شيء يمكنك أكلها كلها ياي الحمد لله سنأخذ الكعكة إلى المسجد الليلة حسنا حسنا أمي في المسجد يمكنني تناول كعكة الفاكهة صحيح؟ بالطبع يا عزيزتي همر هنا مرحبا يا أصدقاء واو رائحة طيبة ما هذا؟ كعكة الفاكهة سنعطيها للآخرين أتريدون؟ نعم رجاء وأنا أيضا بالطبع كعكة لكل منكم رائع رائع شكرا لكم هاي انتظراني هاي؟ ها تفضل ها؟ لم يكن شكرا حتى نحن ناطي الآخرين هذا عمل الخير شكراً يا هنى وعمر من كل قلبي نحن نعطيكم الكعك ليكن يومكم سعيداً هيا جميعاً تناولوا الكعك اليوم ها؟ أهذا كل ما تبقى؟ ها؟ أنت ثانيتان؟ لقد أخذت واحدة هنى أتذكرين ما قاله أبي؟ لكنه أخذ واحدة هنى أرجوك لا تكون كذلك حسناً أحسنت أختي الصغيرة أرأيت ذلك؟ لم يقل شكراً ثانيةً الحمد لله الجميع تناول كعكة الفاكهة ياي تبقى بعضاً منها لي لا يمكنكما الإمساك به لا يمكنكما هاي! آآ لا! لا بأس! تبقت كاكة واحدة! لا! لن تأخذها! كاكة الفاكهة هذه لي! هنه! لا بأس يا هنه! لكن يا عمر! لقد أخذ اثنتين! هنه! أتذكرين ماذا قال أبي ثانية؟ إعطاء كاكة الفاكهة التي تحبينها هو أفضل أنواع العطاء! تفضل! أحسنت يا أختي الصغيرة! تفضل! تفضل! آآ آآ هل هذه لي؟ واو! شكراً لك! أحب كاكة الفاكهة! تفضل! لنأكلها معاً! تفضل! 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 تعبريسي! وعليكما السلام! أين عمر وهنا؟ هم؟ هم؟ عمر هنا، أخرجا لنزر جدةكما هم؟ لم أكن أريد المجيء أردت زيارة صوفي وأنا أيضا عمر هنا جديكما من العائلة علينا أن نحب عائلتنا أولا قبل الآخرين أبي زيارة صوفي ممتعة أكثر لديهم طعام لذيذ وسيارات سريعة ستستمتعني هنا أيضا ستقضياني وقتا ممتعا عمر هنا الطعام أعد الجد والجدة كل أنواع الطعام اللذيذ حسنا هيا عمر وهنا تناول العشاء واو ما كل هذا الطعام يبدو لذيذا انتظر دقيقة لندعو أولا بالهناء والشفاء كلا حتى تشبعا طعمه نذيذا وزيارة عائلتنا تشعدنا نقضي الوقت معا ونصبح أكثر قربا شكرا جدي وجدتي نحب عائلتنا والله يحبنا ها 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 هيه روم روم هنا هذا ممن سيارة سوفي أمتع بكثير هاي لما لا نذهب جميعا إلى مشغلي يا عمر وهانا لنصنع سيارة نصنع سيارة سترى يا اجمع القطاع معا هذا ليس صعبا لو لهمات تبدو جيدة حتى الآن اجمعوها وستصبح لديكم سيارة جميلة جدا زيارة عائلتنا تسعدنا نقضي الوقت معا ونصبح أكثر قربا واو إنها سريعة جدا يحب عائلتنا والله يحبنا واو ام اوو لا لقد تحطمت إلا لله أنت بخير عزيزتي لو كانت سيارة صوفي لما تحطمت هكذا ماذا يجري؟ أو لا شيء مجرد التوائد بسيط لا يبدو الأمر بسيطا لنذهب إلى المستشفى ها؟ عمر هنا لنأكل لكن أمي أين جدتي وجدي؟ جدك مع جدتك في المستشفى ها؟ لكن لماذا؟ يجب أن يتأكد الطبيب من أن قدم الجدتي بخير ها؟ 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 عمر هنا ما الأمر؟ ها؟ أريد جدتي وجدي وأنا أيضا أمر هنا ها؟ جدتي جدي أهو ها؟ ها؟ نشعر بالسعادة مع عائلتنا نقضي الوقت معاً نحب عائلتنا والله يحبنا عمر هانا سنغادر الآن لا أريد الذهاب أريد البقاء مع جدتي وجدي وأنا أيضا لم تحب البقاء هنا ما رأيكما بزيارتهما قريبا؟ حسنا السلام عليكم هل تعلمون؟ من الجيد التقرب من أفراد عائلتنا وعلينا زيارتهم وقضاء الوقت معا أيضا الحمد لله عمر هانا لنلقي السلام لالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالال أها السلام عليكم وعليكم السلام هل ستذهب إلى مهرجان الكعك؟ سأذهب لاحقا علي أنهاء عملي أولا أوه طاب يومك شكرا جزيلا السلام عليكم وعليكم السلام أبي من هذا؟ هل تعرفه؟ لا أعرفه التقيته للتو ماذا؟ لما ألقيت السلام عليه إذن؟ يا عمر وهنا ألقي السلام سلما على الجميع قد تصبح أصدقاء أوه نريد أن نلقي السلام أيضا كاك لمهرجان الكعك واو أي ممكنكم أخذه إلى هناك قبل المغرب حسنا؟ المغرب؟ المغرب هو وقت ما قبل الليل أوه حسنا يا أمي السلام عليكم أستاذ موسى الله أكبر وعليكم السلام وعليكم السلام كعك كعك مجاني لذيذ تعالوا إلى مهرجان الكعك لا 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 أوه كعك 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 يا عمر وهنا ألقي السلام حسنا يا أبي سلما على الجميع قد نصبح أصدقاء السلام عليكم وعليكم السلام أنا عمر وأنا هنا وأنا يوكي أوه هل أنتما ذاهبان إلى مهرجان الكعك؟ نعم علينا إيصال هذا الكعك قبل المغرب تاخرتما عليكم الذهاب أوه حسنا نحن ذاهبان السلام عليكم وعليكم السلام واو أصبحت لديكما صديقة جديدة نعم يا أبي دعني أرى بالطبع يا أبي إلى كل المشاركين في مهرجان الكعك أحضروا كعككم بسرعة سنبدأ مهرجان الكعك بعد قليل ها؟ ماذا سنفعل أبي؟ السلام عليكم أوه وعليكم السلام ما الأمر؟ تحطمت عربتنا يمكنني إصلاحها؟ واو بالطبع بالطبع انتهيت أصلحتها الحمد لله شكرا لك لا بأس أتريدون أن أساعدكم؟ هيا تأخرنا لا 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 سوف أكل الكعك السلام عليكم وعليكم السلام السلام عليكم على كل واحد منكم تعال جميعا وأبلكوا السلام وكونوا لطفاء كي يحبكم الله واو هنا أين سلة الكعك؟ هناك يا أبي لا بل هناك لا أعرف أين هي لا بأس عزيزتي سنجدها السلام عليكم وعليكم السلام هل هذه لكي وزدتها على أحد المقاعد؟ شكرا لك يا يوكي تعالوا لتناول الكعك لقد بدأ المهرجان السلام عليكم السلام عليكم يا أصدقاء هل تعلمون؟ أن ألقاء السلام يعبر للناس عن ودنا صحيح ونكوين صداقات جديدة الحمد لله هاي فارس ابدأ ببسم الله نحب الرياضة فهي ممتعا كرة المضرب والريشة لنلعب جميعا معا ونحافظ على صحتنا هيا ها هول عليك يا فارس هي فارس ما الأمر ضرب البالوني صعب جدا لما لا تواصل المحاولة ولا تنسى أن تبدأ ببسم الله كل شيء يسهل حين نقول بسم الله أوه وبمجرد قولها خد نفسا هكذا وسنشعر بالسلام إن شاء الله حقا الآن سليلة نريد أن نجرب جيد تذكرا قبل البدء نقول بسم الله الرحمن الرحيم كل شيء يسهل حين نقول بسم الله هيا واو نجحت ياي الحمد لله حسنا يا أطفال لدي ألعاب ممتعة لكم جميعا من يريد اللاعب؟ أنا 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 اللعبة الأولى تسمى لا تسقط الطوق أوه عمر هيا حسنا لكن قبل البدء علينا أن نقول بسم الله الرحمن الرحيم كل شيء يسهل حين نقول بسم الله هم استعداد انطلاق هيا عمر سأكون الممسك حسناً أكيد أنا جاهزاً يا عمر هيا أحضر الكرة مهلاً يا فارس قبل البدء نقول بسم الله الرحمن الرحيم كل شيء يسهل حين نقول بسم الله مستعد نستعد خذ ها إنها عالية جداً ياي الحمد لله حسناً يا أطفال حان وقت اللعبة الأخيرة الجميع مستعد نعم لعبتنا الأخيرة اليوم تسمى التوازن على العارضة بكرة الطاولة واو عمر عمر أيمكنني لعب أولاً؟ بالطبع لكن قبل البدء علينا أن نقول فارس أنا أحب التحدي سوف أطير فوق الجزر هذه اللعبة سهلة فرس لن أنجح في العبور فرس أتذكر ماذا قالت الآن سليلة؟ جيد تذكرا قبل البدء نقول بسم الله الرحمن الرحيم كل شيء يسهل حين نقول بسم الله أنا أحب التحدي اهدأ وإلا سوف تقع ادعو ليساعدك الله الأمر بسيط إن شاء الله بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم فالس نجحت يا صديقي واو رحيتك فالس يي الحمد لله شكرا عمار من الآن فصاعداbur سأتذكر دائما أن أقول بسم الله كل شيء يسهل حين نقول بسم الله السلام عليكم حين نقول بسم الله إن شاء الله يسهل كل شيء الحمد لله تستطيع النجاح أبي أمي وأبي أشرعا هيا إلعبا معنا نلعب هنا نلعب هنا كنشعر بالسعادة أشرعي يا أمي واو أنت مدهشا يا أبي هذا صحيح أبي ماذا تركب؟ يدعى لو حت زلج ما الأمر يا أبي؟ مسابقة التزلج على الجليد عليك المشاركة ستفوز بالتأكيد يا أبي لا فرصة لدي للفوز ليس المهم الفوز أو الخسارة المهم هو المحاولة الله يحب من يحاولون حسنا سأشارك في المسابقة إلى التمرين هيا تستطيع النجاح أبي تستطيع النجاح أبي تستطيع النجاح أبي تستطيع النجاح أبي 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 هل يمكنك القفز هكذا؟ واو بالطبع، إن شاء الله بسم الله، سأنطلق الآن أنا بخير النجلة، النجلة، النجلة تستطيع النجاح أبي آه ماذا؟ الله أكبر أبي قدمي هل أنت بخير يا أبي؟ أنا بخير حافظ على تفاؤلك وقف على قدميك لا تستسلم، لا تستسلم وسوف تنجح سوف نساعدك، طف وتحرك سوف نساعدك، انطلق ببطء أصبر مفتاح النجاح قف ثانية إن وقع الله يحب المثابرين وهذا يسعدنا تستطيع النجاح أبي جميع المتسابقين قفوا عند لقطة البداية سنبدأ بعد قليل ستنجح يا عزيزي، إن شاء الله ها؟ شكرا عزيزتي بسم الله رائع الحمد لله أبي رائع جدا آمن بالله سوف ندعو لك وسوف تنجح ذلك الرجل حلق مجتازاً المرحلة الأولى رجل حلق يحب المثابرين وهذا رجل حلق مجتازاً وكذلك المرحلة الثانية وقفل وقفل هيا واو أوه لا أوه هذا سيء لقد وقع المتسابق آه 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 شكرا شكرا ليس المهم الفوز أو الخسارة المهم هو المحاولة كنت رائعا يا أبي تزلجت هكذا وهكذا ها إسه آه حسنا نحاول جاهدين وبإصرار نواسل المحاولة سننجح إن شاء الله مثل أبي آه الحمد لله أنا متحمسة للذهاب إلى الشاطئ الحمد لله سأبني قلعة رملية كبيرة وأريد أن أسبح أريد أن أأكل البوضة البوضة يام 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 أمي وعليكم السلام نعم سيدي الآن لكن سأخذ عائلة حسنا بالطبع سآتي حالا أنا آسف جدا استدعيت إلى العمل أيمكننا الذهاب إلى الشاطئ لاحقا؟ ها اه ها 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 أمي أريد أن أذهب إلى الشاطئ ها 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 أه ها سنذهب في نزهة على أي حال لكن لا يوجد شاطئ أين سنلعب أتعرفان؟ يمكننا التنزه في المنزل أيضاً حقاً يا أمي؟ نعم تعال يا لترى لكن يا أمي أريد قلعة كبيرة لكن لدينا قلعة كبيرة مرحباً أنا الملكة الأم أهلاً بكما في قلعتي دوري دوري أنا فارس شجاع السيد عمر سيحمل جميع هاو هاي والآن شاهداني أسف أريد الذهاب إلى الشاطئ أريد أن أصبح هانا أنظري إلى هذه أمواز واو أيمكنني السباحة؟ انطلقي هاو 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 ما الأمر يا هانا؟ أريد أن أصبح سباحة حقيقية هانا لا يمكنك السباحة لكن لنعد النعمة التي لدينا انذري على ما تحمدين الله لعبي الحمد لله لديك ألعاب جميلة كثيرة بعض الأطفال ليس لديهم الكثير لا ألعاب ولا شيء يتباهون به لكنهم سعداء بفضل محبات الله لذا علينا أن نقول الحمد لله الحمد لله أوه صحيح لدي ألعاب كثيرة الحمد لله لدي مفاجأة أتريداني رؤيتها؟ أي مفاجأة؟ تاراا! بركة لدينا بركة الحمد لله نصبح ونلعب الحمد لله نحن جميعا سعداء الحمد لله لنأغل جميعا الحمد لله الحمد لله واو ألستما سعيدين؟ بالطبع شكرا يا أمي بنيتي لنا قلعة كبيرة وملأتي البركة لنا الحمد لله لكن من الأفضل لو كان لدينا بوضة آها انتظر هنا يا عمر تدا بوضة لك يا عمر واو شكرا يا هنة يم 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 لذيذة جدا السلام عليكم لقد عوت آه أبي مرحبا واو نزهة في حديقتنا أليست ممتعة؟ طبعا وستكون أفضل لو كانت لدينا بوضة بوضة شكرا يا أبي العفو لنأكل معا حسنا سامحوني جميعا ثالثا حصلت على تذاكرة مجانية لمدينة الملاهي لنقول جميعا الحمد لله الحمد لله السلام عليكم هل تعلمون أننا حين نشكر الله يزيد نعمه علينا لذا لنقول الحمد لله كطريقة لنحمد بها الله سلام عليكم اشتركوا في القناة